اشتركوا في القناة بالجمعية البرلمانية الاسيوية خلال جلسة مجلس النواب العادية الحادية والعشرين في دور النقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس التي ترأسها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس تم استعراض وطرح السادة أعضاء المجلس مجموعة من الأسئلة والتي تهم الباحثين عن العمل وإمكانية خلق الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى خطة وزارة التربية والتعليم للمشاريع التعليمية في كافة محافظات مملكة البحرين كان عندي استفسارات عن كوادر الوزارة في تخصصات التعليم وغيرها كمهم بالنسبة لنا أن يكون في توظيف للمواطنين وخطة الوزارة في تنفيذ تحديدا في هذا الجانب أن نقدر نزيد من معدل توظيف البحرينيين السؤال الذي قدمته لديوان الخدمة المدنية وما قصر سعد توزير المجلسين بالرد على السؤال المقدم والسؤال كان يتضمن كذلك بالنسبة لإحلال البحرينيين مكان الأجانب لا بد أن تكون هناك عقود لها مدد محدودة بعد انتهاء هذه المدة يتم إحلال البحرينيين مكان الأجانب بالفعل تجاوبت وزارة التربية والتعليم مع هذا السؤال وتأكد لنا الوزير بأنه سيتم إنشاء مدرسة ثانوية شاملة للبنين وأشار أيضا أنه لن يكون هناك فقط مدرسة في دائرة العاشرة إنما في مختلف مناطق البحرين من جانبها أكدت الحكومة ممثلة بوزير العمل أن الوزارة تبدل جهودا كبيرة لمتابعة ومواجهة كافة التحديات لتلبية احتياجات المواطنين في خلق الفرص الوظيفية المتنوعة بينا للأخوة بأن هذا موضوع اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة بحيث يتم التوازن بين تغطية الباحثين عن عمل بأنظمة الحماية الاجتماعية وتوفير الحوافز وتوفير المبالغ وليعانات في نفس الوقت التأكد من جدية الباحثين عن عمل والتسامهم بالإجراءات المطلوبة والإجراءات فعملها محتاجة إلى نوع من التوازن ونحن دائما نحب نيسر ونحب أن نستمع إلى ذلك أكدت الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم أن الوزارة لديها خطة معتمدة من قبل مجلس الوزراء لإنشاء مدارس في كافة محافظات المملكة بالإضافة إلى مباني أكاديمية وبرامج صيانة مستدامة في كافة المدارس بيّنت الوزارة للمجلس الموقر بأن هناك خطة معتمدة من مجلس الوزراء الموقر تقضي بإنشاء عدد من المدارس في مختلف محافظات مملكة البحرين أيضا تقضي بإنشاء عدد من المباني الأكاديمية في مختلف المدارس التي بها طاقة استيعابية وأيضا برنامج صيانة مستدامة لجميع المدارس بعدها وافق المجلس على عدد من الاغتراحات برغبة بصفة الاستعجال وإحالتها إلى الحكومة وأبرزها بشأن إعفاء مستحقية الدعم الحكومي لفاتورة خدمتي الكهرباء والماء وبشأن قيام الحكومة بفتح مركز للخدمات الحكومية والترخيص لفروع شركات الاتصالات وشركات التأمين في مجمع الواحة التجاري بمحافظة المحرق لتغديم كافة الخدمات الحكومية مجلس نواب يعقد جلسته الاعتيادية ويؤكد على أداء الأمانة والمسؤولية الوطنية التي حملوها مصلحة العليا للوطن والمواطنين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين